السلام عليكم في نقطة في مشروع الاكسس انسيت اشرحها بالمقطع اللي هي الريليشنشيبز او العلاقات فباشرحها بس مقطع جدا قصير بحيث انه يوضح الحين انتم بعد ما تسوون التابل اعتبرونا الكويريز والفورم والريبورت لسه ما سويناها خلصتم من الكويريز تمام نروح على الاتابيس تولز ونروح على الريليشنشيبز نفتحها طلعنا قائمة بالشكل هذا حين عندنا خيارين يعني انا نسحب ونضيف او من فوق من عند الريليشنشيبز نضغط تطلع القائمة هذي وفيها التابلز اللي عندنا يا double click على كل واحدة او نحط الماوس عليها ونسوي اد تمام بعد ما نضيف الفور تابلز اللي عندنا هي الخطوة سهلة لكن خلني اقول لكم قبل ما تبدون حاولوا وانتم وتسوون التابل اللي هي الجداول حاولوا ان يصير فيه ربط بين كل جدول وجدول يعني الريليشنشيبز او العلاقات وظيفتها انه مثلا شي موجود بالجدول الاول موجود او مربوط بالجدول الثاني او مثلا انا عندي هنا الataبل حق ال امبليويز. عندي التابل حق الفلايت. بلاحظ انه. اه اللي هو الامبليوي اي دي. موجود عندي بالامبليويز وموجود عندي بالفلايت. يعني لما ادخل على جدول اه الفلايت مثلا. او الجدول الشي اسمه? الفلايت ايه. وبلاقي عندي مثلا الامبليوي اي دي. تمام? هذا العمود حقه. لكن عشان اطلع اللي هو معلوماته. اللي هو الموظف هذا الامبليويي. لازم اروح على جدول الامبليويز. هذي وظيفة الهي العلاقات بين الجدول. تمام? فالحين انا عندي في الامبليويز امبليوي اي دي. وبالفلايت برضو امبليوي اي دي. فراح اعلق عليها. واسحبها فوق الامبليوي اي دي اللي على الفلايت وراح افلت. بتطلع القائمة هذي. تمام? في القائمة هذي بلاحظون تحت فيه خيار اللي هو انفوس اه ريفرنتل انتجريتي. هذي وظيفتها انه يشط عليك انه كل الموظفين اللي بالامبليويز اللي عندهم الاي دي. يكون موجود عندهم او كلهم موجودين بالجدول حق الفلايت. تمام? انا الامانة ما شفت بالجدول او بالخطوات حق المشروع انه يطلب اه علاقة معينة لانه عندنا نواع من العلاقات. اه وان تو ميني زي ما تلاحظون هنا اه فيه وان تو وان. اه انا ما شفت الامانة يطلب بالمشروع. فيفضل تستكدون من الدكتور حقكم او من الدكتورة. فبخليها انا سيمبل في الشرح ما راح اسوي اللي هو انفورس اه ريفرنتل انتجريتي. وراح اخليها فقط ربط مباشر. يعني عندي هنا امبليو اي دي. راح اربطه مباشرة بالامبليو اي دي اللي بالفلايت. بعد ما اسحب وافلت عليه راح اسوي create. بتلاحظون ما صار فيه زي الخط او العلاقة اه بينهم. طيب الان بين الفلايت وبين التيكت. اه راح الاحظ مثلا ان في اه تطابق بالفلايت اي دي. تمام? نفس الشي راح اهلق على الفلايت اي دي. واسحب على الفلايت اي دي اللي موجودة في التيكت. تمام? وراح اسوي create. برضو سوالي نفس الشي العلاقة. راح ايد وكرر. يفضل منو انتو متسوون التابل. تكون عندكم العلاقات جاهزة بحيث. ما تتمشكلون بعد ما تخلصون الاربعة. وتجون تقولون اوكي الحين شلون راح نسوي العلاقات. ما عليش انا هذي الشي مفروض اني ذكرته قبل. اه ما امداني للامانة لاني انا كنت في الويكنت خارج الشرقية. فما تمكنت او ما قدرت اني اسجل مقطع او اثبت لكم وسوي اه ارجع. فيفضل منو انتم تسوون التابل. تلاقون روابط مشتركة بينهم. عشان بعد ما تخلصون ما ترجعون وسحاولون تضيفون اشياء مشتركة. والان الاخيرة اللي هي مثلا تيكت او ترافلرز. عندي مثلا ترافلر اي دي او ترافلر نيم. انا سوالي العلاقة لكن لو بسحب حين TravellerName على TravellerName بتلاحظون يقول لي relationship already exist بين كل 2 tables ما اقدر اسوي العلاقة واحدة لو اضغط yes بيقول لي عدل عليها زي كده بتكون خلصت العلاقات عندنا بنسوي Ctrl-S ونقفل لهذا وبعدها هنبدأ نشتغل على Queries والForm والReport زي ما قلت اعتذر على اني سهيت عندنا هالخطوة هذي وبتوفيق جميعا